سؤال رقم ثلاثة طلب مني استخراج معادلة تنشيط وتخميل لبضع مرحل منها مرحلة 11 ومرحلة 12 ومرحلة 13 نبدأ في مرحلة 11 كما تلاحظون ما الذي ينشط مرحلة 11 كما تلاحظون في رأس المستطيل مرحلة 11 يوجد سهمين السهم الأول والسهم الثاني إذن هناك احتمالين الاحتمال الأول ينشط مرحلة 11 مرحلة السابقة والتي هي X10 مرفوقة بشرط X1 في X104 في S1 أو لماذا قلت؟ أو لأن إعادة المراحل هو تعاقب أو مرحلة السابقة الثانية والتي هي X13 مرفوقة بشرطها هي أنبار في S1 إذن معادلة تنشيطية X10 مرحلة باللون الأحمر والشروط باللون الأسود X10 في X1 في X104 في S1 أو زايد X12 في S1 في أنبار هذا لأن تكتب زايد X200 لأن X11 ليست مرحلة الابتدائية أما التخميد X11 تخملها المرحلة البعضية كما تلاحظون توجد مرحلة بعدية واحدة فقط والتي هي X12 أو في حالة وجود الخلال في هذه الحالة لم يعطي لنا متمل الأمن في هذه الحالة نجأ إلى المعاقبة فنلاحظ أن X20 هي التي تعطي الأمر وبالتالي من الذي يخمل X11 تخملها مرحلة بعد X12 زايد X20 نذهب إلى مرحلة 12 كما تلاحظ مرحلة 12 تنشيطها مرحلة السابقة مرفوقة بشط إذن X11 في A1 وتخملها مرحلة البعضية والتي هي X13 أو في حالة وجود خلال زايد X20 أما المرحلة الأخيرة X13 تنشيطها المرحلة السابقة X12 مرفوقة ب A0 وتخملها المرحلة البعضية كما تلاحظون في أسفل المستطيل X13 يوجد تفرعين إذن هناك تخميلين تخميل الأول يخملها المرحلة البعضية X14 كما تلاحظون هنا والتخميل الثاني نتبع السابق تخملها المرحلة X11 إذن معادلة التخميل هي X14 زايد X11 زايد X20 في حالة وجود خلال وتعلمون أن X20 وظيفة التنشيط مرحلة الانتدائية أي يدخل في التنشيط X10 فقط وتخميل باقي المراحل أي يدخل من مرحلة 11 إلى مرحلة 14 أشعر